وفي سياق آخر ترأس اليوم القائد العام للقوات المسلحة الشهدية الجنرار إبراحيم سعيد محمد حفل تأبين الجنديين الذين لقيا مصرعهما بمدينة هيكلهوب بجمهورية تمالي وذلك في كمين نصب لهما من قبل الإرهابيين أدم حنفي فاطم من أجل جلب السلام وتطهير المنطقة من الخلايا والمجموعات الإرهابية التي ظلت طوال مدى بعيدا بدولة مالي قد استشهد جنديين جاديين من مجموعة قوات حفظ السلام بماله وهم العقيد والي محمد آدم والملازم إسحاق آدم إسحاق وذلك بعد وقوعهم في كمين نصب لهم من قبل المجموعات الإرهابية بمنطقة هيكلهوب المالية إسحاق آدم إسحاق هو أحد أفراد الجيش الشادي التابع للكتيبة رقم ثلاثة بمدينة منغو والعقيد والي محمد آدم من أفراد الجيش الشادي التابع للكتيبة رقم خمسة المتواجدة بمدينة سار فكل منهما فرق الحياة في الثالث والعشرون من مايو المنصر القائد العام للقوات المسلحة الجنرال إبراهيم سعيد محمد وبإسم الرئيس الجمهورية قد وضع على نعش الضحايا وسام الاستحقاق الوطني من جهته العقيدة حامد هيقة أشار في كلمته التي أوصى فيها كل من رفاق دربهم وأهالي الضحايا بالصبر مضيفا أن ما قاموا به هؤلاء وصابقيهم ما هو إلا أداء واجب وحماية وطنية وإقليمية وبعد هذه المراسم قد وري جسمان الجنديين بالمقبرة العسكرية بفرشا اشتركوا في القناة